اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها همومنا حياة حرف الحاء حرف ماء مؤنث طاقته ثمانية ست درجات حرف الياء حرف ترابي مذكر طاقته عشر عشر درجات حرف الالف حرف النار مذكر طاقته واحد واحد وعشرون درجة حرف التاء حرف ترابي مؤنث طاقته أربعمائة ثماني درجات حياة اسم طاقته رقم خمسة طبعه ماء في مظهره ترابي في جوهره جنس حروفه متساوية أي طاقة الذكورة متساوية مع طاقة الأنوثة البرج من خلال الاسم برج الجوزاء يناسبه برج القوس الكوكب المسيطر كوكب عطارد اللون المفضل الأسود والأصفر يوم السعد الإربعاء الحجر المناسب العقيق الصورة القرآنية المناسبة والمستخلصة من خلال الاسم هي صورة المرسلات اسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة الاسم يا سلام يا متكبر يا وهاب يا خافض يا مذل يا بصير يا حكم يا عدل يا متين يا محي يا واجد يا مالك الملك يا بديع يا باقي يا وارث صفات حياة فتاة هادئة اجتماعية واقعية مصلحة اجتماعية تحبين التحدي والمغامرات لا تعترفين بأخطاؤك تسعين لمساعدة الآخرين قدر استطاعتك عملية جدية منظمة وطموحة عذبة الكلام وطليقة اللسان مدبرة ومخططة ماهرة للأمور لكنك تتصرفين بغضب أحيانا طيبة القلب حساسة واطق من نفسك ومن قدراتك خجولة تحبين لفت الانتباه ولفت الأنظار لك وغايتك أن تكون محاطة بالآخرين حولك وتمنحين كل من حولك اهتماما كبيرا مبتكرة وخلاقة ويلفت انتباهك كل ما هو جميل ونادر تتصرفين بعناد كبير في كثير من الأحيان حياتك العاطفية متأزمة وتواجهك مشاكل كثيرة عاطفيا أنت غير مستقرة تضطرك بعض الظروف أحيانا للتنازل عن حقوقك لمسايرة الوضع وهذا قد يكون بداية التنازل عن كل شيء مهم في حياتك تعملينا بجد واجدهاد وتذعبين كثيرا لدرجة أنك تصابين بالإحباط والاكتئاب أحيانا لأن الحظ لا يحالفك ولا يخدمك في كثير من الأمور كونك اجتماعية وعاطفية تتعرضين لبعض الفراقات التي تسبب لك ألما كبيرا لا تخطئين في حق الآخرين ولا تغفري لمن أخطأ في حقك وفية في حبك وصادقة تضحينا كثيرا وتتنازلينا كثيرا لأجل أولادك مستقبلا طاقة اسمك رقم خمسة متصل بكوكب عطارد كوكب التواصل من تأثيرات هذا الرقم على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة حساسة اجتماعية متفائلة محبة للمغامرات والتجديد لديك براعة في العمل والتخطيط والتسيير متعددة المواهب محبة للصفر والرحلات مطقنة لفن الكلام متحملة للمسئوليات الصعبة تحبين التنوع في الأعمال لكثر الملل والروتين برجك على الاسم هو برج الجوزاء وهو برج هوائي أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج السرطان أو برج الميزان أو برج الحوت من تأثيرات البرج والكوكب على حياتك وشخصيتك أنك إنسانة طيبة القلب صافية النية كريمة سخية كتومة للأسرار معجبة بنفسك صاحبة رأي ومشورة عنيدة حساسة صادقة صبورة صبورة قليلة الحظ تصابينا بالعين سريعا لك أعداء وحساد من النساء يناسبك من المعادن معدن الفضة تحملينا ثلاث عناصر في اسمك عنصر الماء وعنصر الطراب وعنصر النار وهما عناصر متوافقة في اسمك حسب مراحل عمرك مما يجعلك تعيشين حياة سعيدة بإذن الله يؤثر الحرف الأول للإسم في حياتي صاحبه طيلة حياته وحرف الحاء هو أول حرف من اسمك وهو حرف ذو طاقة مؤنثة يجلب لك الكثير من السعادة والأشياء الجميلة المحببة ويعد من حروف المال وإن شاء الله تكون حياتك المادية على أحسن ما يرام تبدأ ظروف الحياة الصعبة تظهر في حياتك بداية من سن الثلاثين حيث تواجهك بعض المتاعب وتتحملين مسؤولية كبيرة تجعلك في صراع مستمر مع ظروف الحياة التي تجبرك عن التخلي عن بعض الطموحات التي طالما حلمتي بها وتتغير طاقة اسمك بالتناوب مع كل مرحلة من حياتك حيث تتغلبين على بعض الظروف مرة وتتغلب عليك الظروف مرة أخرى لكنك إنسانة طموحة لأبعد الحدود وهذا سيحطم أمامك كل الحواجز ويجعلك تتفوقين على كل الصعاب وتصلين إلى مبتغاك بإذن الله توافقك الأسماء التي تحمل حرف التاء وتكونين محظوظة معهم خاصة إذا كانوا يحملون أحرف أخرى قوية كحرف الراء وحرف الخاء والله أعلم والله الموفق